أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الدبلوم التعليم التجاري شابة التأمينات في حلقة جديدة من مادة تأمينات الهندسية وزي ما احنا عارفين ان احنا أخدنا في الحلقة اللي فاتت تأمين جميع أخطار المولين الحلقات هناخد الايه؟ هناخد الاستثناءات العامة لوصيق التأمين جميع أخطار المولين بس قبل ما نبدأ نقول الاستثناءات عايزين نفتكر مع بعض احنا اخدنا ايه الحلقة اللي فاتت؟ اخدنا اللي هي التخطية التأمينية في تأمين او في وصيق التأمين جميع أخطار المولين وانا انا هنا الحماية التأمينية بعمل حماية تأمينية لمين؟ لصاحب المشروع الاصلي انا بعمل الحماية التأمينية لأربع حاجات ايه هما؟ اللي هو صاحب المشروع الاصلي المقاول المهندسين التنفيذيون والمقاولين من الباطل دول الأربع حاجات اللي أنا بعمل حماية تأمينية بعمل حماية ايه؟ تأمينية في وصيق التأمين جميع أخطار المقاولين طيب واتكلمنا عن ايه تاني؟ اتكلمنا عن المدة مدة التأمين قلنا ان المدة التأمين بتنقسم الى اتنين اللي هي مدة الانشاء ومدة السيونة طيب واتكلمنا عن ايه تاني؟ اتكلمنا عن النوعية الأخطار وقلنا أن نوعية الأخطاء بتنقسم إلى نوعين اللي هي الأضرار المادية والمسؤولية المدنية بتلحق ليه اللي هي بيكون مثلاً على بتلحق بالأضرار بتكون مثلاً الأضرار المادية اليه طب لو احنا هنيجي بقى مع بعض زي ما احنا اتكلمنا احنا وقفنا عن الاضرور المادية هنيجي عند المسئولية المدنية للغير بس قبل ما ندخل على المسئولية هنتشوف ايه الاضرور المادية لو احنا شفنا مع بعض على الشاشة اللي هي بتغطي وصيك التأمين جميع اخطار الماولين نوعين من الاخطار دي ما احنا قلنا اللي هو ايه اللي هو القسم الاول الاضرور المادية والقسم التاني المسئولية المدنية قبل الغير طبعا احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت اللي هي الاضرور المادية واتكلمنا عن الاضرور المادية هي بتشمل كافة الخسائر والتلفيات المادية المفاجأة والغير متوقعة واللي بيتعرض لها كافة انواع ومجلات التشييد والبناء وأعمال الهندسية المدنية بسفة عمل وعلى سبيل المثال خامات المشروع معدات العمل والانشاء الأعمال المؤقتة مباني المحطات توليد القوة الكباري والسدود والمباني او المواني يبقى هنا لازم تكون الاضرور المادية بتكون الخسائر والتلفيات المادية لازم تكون مفاجأة وغير متوقعة ده القسم الاول اللي هو الاضرور المادية واتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت هناخد القسم التاني المسئولية المدنية من قبل الغير او كبل الغير هنا بتلتزم الشركة بتعويض المؤمن له وبحد اقسى مبلغ المعدود في جدول الوثيقة عن اي مبالغ يصبح المؤمن له مسئول عن دفعها قانونا كتعويض عن الاضرار التي طلحك بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشية للتشييد او تركيب البنوت المؤمن عليها بموجب القسم الاول وابتقع في موقع العمل او مكان مجاول له مباشرة اثناء فتة التغطية ونتيجة عنه او ينتج عنه ايه ينتج عنه اما الاصابات الجسمانية والامراض سواء ادت الى الوفاة او لا او الخسائل والتلافيات اللي بتلحك بممتلكات الغير يبقى هنا المسئولية المدنية قبل الغير يعني ايه مسئولية المدنية قبل الغير بتلتزم شركة التأميم بتعويض تعويض المؤمن له عن سداد لو المؤمن له عليه مبالغ او ان هو هيعود الشخص اللي هو اتصاب اثناء الشغل او اثناء المقاول مثلا ما هو شغال اتصاب جسمانيا او حصلت الوفاة اثناء العمل او المباني المجاورة حصلت لها مثلا حريق او 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 وهنا بسبب الشغل المقاول فهنا كده بيبقى المقاول ده او المؤمن له ده بيعوض الشخص الغير الشخص اللي هو اتصاب او الشخص ده اللي توفى ده بعيد خالص عن المقاولة خالص فهنا كده شركة التأميم ايه بتعوض بتعوض مين بتخلي المقاول بقى ايه على جنب او اللي هو المؤمن له وتبدأ تعوض الشخص اللي هو اتصاب دي اسمها المسئولية المدنية قبل الغير قبل الايه ان شركة التأميم بتعوض المؤمن له عن الخسائر او الاضرار اللي هو بتسببها ليه للغير نتيجة ايه بينتج عنه ايه مثلا اصابة جثمانية ممكن يحصل وفاية كده ممكن ان هنا كده شركة التأمين هتعوضه اما يحصل ايه المباني المجورة يعني بعمل مباني المجورة فحصل مثلا حريق حصل صوت اي حاجة حصل فهي قدت الى اصابة المباني اللي حوالينا او المجورة ليه فكده شركة التأمين بتعوضه دي اللي هي المسؤولية المدنية قبل الغير طب لو احنا شفنا اهو ايه الاستثناءات الخاصة بالكسم التاني اللي هي المسؤولية المدنية قبل الغير الاستثناءات دي يعني شركة التأمين ما بتلتزمش بتعويض المؤمن له عنه المبالغ او المبلغ او المبالغ يتحملها المؤمن له عن اي حادث والمسخورة بجدول الوصيقة المصاريف اللي بتنفك فيه انشاء وعادة انشاء او تحسين او اسلوح او استبتال او اي بند مغطر او يمكن تخطيط موجة بقسم الاول من هذه الوصيق يبقى هنا من الاستثناءات الخاصة ان الاستثناءات دي ان شرطة التامين لا تلتزم شركة التامين بتعويد المؤمن له ما بتعويدش المؤمن له عن ايه اول حاجة المبالغ فيه طبعا في الوصائق بيبقى المؤمن له فيه جزء معين بيتحمله ان هو بيدفع المبالغ دي هو بيتحملها فهنا الجزء ده هل شركة التامين هتعوضوا عليها لا طبعا لان المؤمن له هو بيتحمل جزء بالتحمل ده شركة التامين ما بتديش عليها حاجة طب اي مصاريف او اي استبتالات او اي اصلحات خاصة بالكسم الاول ينفع ان انا اغطيها في القسم الاول هنا كده شركة التامين مش هتعوض في القسم الايه في القسم الثاني طب تالت حاجة اللي احنا شوفناه مع بعض التلافيات اللي بتلحق باي ممتلكات او اراضي او مباني بسبب الزبزبات او الحزات او ازالة او اضعاف الدعمات او الاصابات او التلافيات اللي بتلحق باي شخص او ممتلكات وبتنشأ او بتنتج عن مثل هذه التلافيات ما لم يتطفق عليه بصفة خاصة لازم ان هو يقول عليها بصفة خاصة بمجب ملحق اضعافي للوثيقة يعني لو هو ممكن يدفع اي حاجة تلفية بتلحق بالممتلكات او الاراضي او مباني بسبب هزات او ازالة او اضعاف لازم ان هو لو هيدفها لازم يدفها في ملحق اضعافي للوثيقة اربعة المسئوليات الناجمة عن الاصابات الجسمانية او الامراض التي تحدث لموظفي او عمال او مقاول او صاحب او اصحاب المشروع او اي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه او على جزء منها بموجب الكسم الاول من الوثيقة وكذلك افراد اسرعهم يبقى هنا المسئوليات الناجمة عن الاصابة الجسمانية للموظفين لصاحب المشروع اي للموظف الموجود لو حصلت له اصابة جسمانية اثناء العمل في المسئولية المدنية في القسم الثاني هي شركة التميم ما بتعودش عليها هو لازم يكون خاص بالقسم الاولاني اللي هو الايه الاضرار المادية اما في القسم الثاني دي المسئولية المدنية قبل الغير لازم الغير هو اللي تصوب مش صاحب المشروع او مش الموظفين لازم يكون حد خالص بعيد عن شغل او عن المقاولة او عن المشروع اللي هو بيعمله يبقى بعيد خالص عنه لو هو تصاب اه في الجزء ده شركة التميم تعود طب لو هو خاص بالمشروع اللي هو الموظف او المقاول او المهندسين او المدير المشروع نفسه لو هو تصابه جسمانية هنا في الجزء ده شركة التميم ما بتعودش عليها طب تاني حاجة من المسؤولين نجمع عنها اللي هي الخسائة والتلفيات للممتلكات التي تخص او تكون في عهضة او حيازة او حراسة او اشراف المأولة او اي او المأولين او صاحب او اصحاب المشروع او اي منشاعة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليها او على جزء منها بموجب الكسم الاول من الوصيق او تخص اي موظف او اي عامل يعمل لدى اي من المسؤولين السابقين زي ما احنا قلنا ان هنا الخسائة والتلفيات الممتلكات اللي بتخص او تكون في عهضة او حيازة او حراسة او اشراف للمأول هنا كده بجيب ما تخصش الكسم التاني اي حادث تسبب عن اي مركبات مرخصة لها بتصير على الطريق العام او تسبب على اي مركبات مائية او طائرات هنا برضك شركة التامين المائية ما بتعوضش في الجزء ده اي اتفاق يبرم المؤمن له ويلتزم بمجتداء بدفع اي مبلغ على سبيل التعويض او غير ذلك ما لم يكن هذا الالتزام قائما ايضا في حالة عدم موجود مثل هذا الاتفاق لو هو المؤمن له اتفاق المؤمن له اتفاق انه هو يعوض الشخص ده او يعمل ده هل شركة التامين انت اتفاقت خلاص انت اللي تتحمل المسئولية شركة التامين مش هتتعوض او مش هتتحمل الاتفاق اللي انت اتفاقت به بس لو انت اثبتت فيه الوصيقة في الاتفاق ده يبقى كده شركة التامين هتعوض او هتدي طب هنا الاتفاق لو انت اتفاقت من غير حتى ما تبلغ شركة التامين يبقى هنا انت اللي بتتحمل التعويل من شركة التامين اي اتفاقيات من غير ما انت تبلغ شركة التامين او شركة التامين توافع عليها هنا يبقى انت اللي بتتحمل الاتفاق ده وانت اللي تعود الشخص اللي انت اتفاقت معي الجزء اللي بعد كده الاستثناءات العامة لوصيق التأمين جميع اختار المقاولين الاستثناءات العامة لوصيق التأمين جميع اختار المقاولين اي حاجة اي في الاستثناءات دي يعني شركة التأمين ما بتعوضش طب ما بتعوضش على ايه لو حصل حرب حرب اهلية حصل خراب او حصل مثلا شغف او حصل مثلا الزلازل بروكين الحاجات دي هي شركة التأمين ما بتعوضش عليها دي الاستثناءات العامة على الواثقة كله وإحنا خلصنا خلاص النوعين اللي هي الأضرور المادية والمسؤولية المدنية وقبل الغيب هندخل على الاستثناءات العامة والاستثناءات العامة دي بيبقى مثلا لو الشخص ده حصل فيه حرب الحروب الأهلية المزاهرات الشغب أو التوقف التوقف عن العمل لو هو الشخص ده توقف من غير ما يبلغ شركة التأمين إنه هو هيتوقف عن العمل وحصلت خسارة شركة التأمين ما بتعوضش عليها طب نيجي مع بعض منشوف إيه هي الاستثناءات العامة أول حاجة من الاستثناءات العامة زي ما احنا قلنا الحرب الغزو أعمال العدو الأجنبي الحرب الأهلية دي من الاستثناءات لو حصل حرب أو حصل غزو أو أعمال العدو الأجنبي هنا شركة التأمين ما بتعوضش عليها التمرد الشغب للتربات الأهلية أو للتربات العملية أو إغلاق المصانع أو التخريب أو الإرهاب كل ذي شركة التأمين ما بتعوضش عليها لو حصل خسارة في الحاجات دي الحجز أو الاستلاء أي كان سببه أو تدمير أو إطلاف الممتلكات بأمر أو بإذن أي حكومة الشرعية أو أي سلطة عامة لو حصل استلاء أو تدمير أو إطلاف ممتلكات بأمر أو بإذن حتى لو حكومة أو أي سلطة عامة هنا كده شركة التأمين مش هتعوض عليه لو حصل الحجز أو الاستلاء وهنا الحكومة هي اللي قالت ده أو حصل الاستلاء من جهة شرعية أو سلطة عامة أو أي حاجة وحصل الاستلاء على المنشأة دي أو المبنى ده هنا كده هيحصل خسارة هل هنا كده شركة التأمين هتعوض عن الخسارة دي أو هتعوض اللي هو صاحب أو المؤمن له لا كده هي مش هتعوض لني دي من الاستثناء حتى لو دي من الشريعة أو حية أو تابع السلطة العامة طيب رابع حاجة من الاستثناءات اللي هي الإشعاعات الإيوانية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو أي نفيات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي أي إشعاعات إيوانية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي برضك شركة التأمين ما بتعوضش عليها موضي الأسلحة النووية برضك الموضي الأسلحة النووية برضك شركة التأمين ما بتعوضش عليه من الخسار الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المؤمن له أو ممثليها الأفعال المتعمدة الأفعال المتعمدة أو الإهمال ان انت كمؤمل لو خلاص انت شايف ان هنا انا قملت فخلاص انا هاهمل ان انا مش ههتم او ان انا ايه خلاص انا مؤمل لو حصل اي حاجة او حصل كرسة هنا شركة التأمين هتعود بس لو شركة التأمين عارفت ان انت اهملت او انت ما كنتش بتعمل الاجراءات الاحترازية بتاعتك او اللي انت متفق بيها في الوثيقة هل هنا كده شركة التأمين هتعود لأ شركة التأمين ما هتعودش لاني دي من الاستثناءات العامة واخر حاجة من استثناءات العامة اللي هو التوقف عن العمل التوقف عن العمل ده كليا او جزئيا لو انت توقفت عن العمل من غير حتى ما تبلغ شركة التأمين وحصل هنا خسارة هل هنا كده شركة التأمين هتعودك لاني كده شركة التأمين مش هتعود عشان انت توقفت عن العمل ودي من الاستثناءات العامة يبقى هنا سابع حاجة اللي احنا شفنا مع بعضة هون توقف العمل سواء كان كليا او جزئيا هنا دي هكون دي اخر حاجة من الاستثناءات العامة طب بعد كده هناخد ايه نيجي نشوف بردك الجزء اللي احنا شروحنا ممكن نيجي فيه ايه صح وخطأ اللي هي الحروب والاعمال العدائية والحجز والمصادرة من استثناءات العامة لوسيقى التأمين جميع اختار المقاولين طبعا ايه صحيح هناخد بعد كده الشروط العامة للوسيقى الوسيقى والشروط العامة للوسيقى طول هم 15 بنت او 15 نقطة من الشروط العامة للوسيقى اول شرط من الشروط ان انت لازم ان انت ايه تتبع الاجراءات والقوانين او القواعد والشروط الخاصة بالوسيقى الوسيقى هنا بيبقى فيها شروط خاصة او اجراءات او لوائح موجودة في الوسيقى لازم ان انت تلتزم بيها لازم ان انت تلتزم ايه بيها ما ينفعش ان احنا نقول ان انا عملت الوسيقى دي او ان انا عملت الوسيقى عمانت على الشخص او عمانت على المكان ده خلاص ان انا اهمله او ان انا مامشيش على الاجراءات والقواعد واللواح الموجودة في الوسيقى هنا كده لا اني دي من الشروط العامة للوسيقى طب هنيجي مع بعض نشوف لان هما يكون 15 شرط من الشروط فنيجي اول شرط من الشروط مع بعض اللي هي مراعاة شروط واحكام الوسيقى زي ما قلنا ان انا لازم ان انا اراعي شروط واحكام الوسيقى هنا بيعتبر شرطا مسبقا لوفاة الشركة بمسئوليتها التزام المؤمن له بتنفيذ ومرعاة كل ما ورد بهذه الوسيقى من شروط وواجبات يبقى هنا لازم ان انت تلتزم او تراعي شروط واحكام الوسيقى ولازم ان انت تكون مسئوليت دي التزامات المؤمن له بتنفيذ ومرعاة كل ما ورد بالووسيقى الشرط التاني تغيير الخطر تغيير الخطر يجب على المؤمن له اختار الشركة كتابة وبشكل فوري باي تغيير جوهري في الخطر يبقى هنا اول شرط من شروط الشروط العامة اللي هو ان انت بتراعي شروط والاحكام الخاصة بالوسيقى ايه الشروط والاحكام لازم ان انت تبقى فيه مراعاة للشروط والاحكام الموجودة في الوسيقى طب تاني شرط تغيير الخطر تغيير الخطر ده ايه لو انا هغير الخطر او هغير اي حاجة اي حاجة هتغيرها لازم او هتعدلها لازم ان انت تبلغ الشركة لازم تبلغها كتابة ولازم الشركة توافق ما ينفعش ان ان انت تبلغها شفاويا لازم احنا اتفاقنا اي تغيير او اي تعادير في الاتفاق اللي انتم اتفقين فيه في الوسيقى لازم ان ان انت تبلغ فيها شركة الايه شركة التامين ولازم ان انت تبلغها كتابيا مش شفاويا ده تاني شرط من الشروط يبقى اول شرط مراعاة الشروط والاحكام الوسيقى تاني شرط اللي هو تغيير الخطر تغيير الايه الخطر تب تالت نوء ثالت شرط اللي احنا شفنا اهو اللي هو الاحتياطات الواجبة على المؤمن له الاحتياطات الواجبة على المؤمن له يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة ان يبتخذ كافة الاحتياطات المناسبة واتباع توصيات وتوجيهات الشرك لازم ان هو المؤمل له ان هو يجب على المؤمل له وعلى نفقاته الخاصة انه بيتخذ كافة الاحتياطات المناسبة واتباع توصيات وتوجيهات الشرك ماينفعش ان انت تقول خلاص ان انت خلاص عملت بوثيقة فخلاص ان انت ما تعملش الاحتياطات المناسبة ليك وما تاخدش التوصيات الخاصة بالشرك رابع حاجة الفحص والمعينة لممثلي الشركة الحق في فحص ومعينة الاختار المؤمن فيه في اي وقت مناسب يبقى هنا في الفحص ومعينة من الشروط ان شركة التأمين من حقها ان هي تعمل فحص ومعينة تعمل فحص هو ايه؟ معينة في اي وقت في اي وقت تروح تعمل فحص وتعمل معينة ما ينفعش ان انت ايه مشركة التأمين تيج وهي رايحة تعمل معينة او فحص تقول لها لا ما ينفعش هي من حقها شركة التأمين ان هي تعمل معينة وفحص طب هنفتكر مع بعض احنا اول شرط اخدنا ايه اخدنا مراعاة والشروط والاحكام الوصيق طيب تاني شرط اخدنا تغيير الخطر تالت شرط الاحتياطات ورابع شرط اللي احنا لسه قايلينه هو اللي هو الفحص والمعينة فحص والايه والمعينة طيب خمس شرط من الشروط اللي احنا شفناه مع بعض ليه واجبات المؤمل له عند وقوع الحادث ايه هي واجبات المؤمل له عند وقوع الحادث اول حاجة اختار الشركة فورا تليفونيا او باركيا اتخاذ كل الخطوات التي فيه امكانه العمل على تقليل حجم الخسارة او الاضرار المحافظة على الاجزاء التي اوصبها الضرار وتمكن الشركة او خبراءها من معايناتها وفحصها احنا اتفعل ان هو لازم نتعمل معاينة وفحص اختار الشرطة فورا في حالة وقوع خسارة او خسائة او اضرار بسبب حادث حريق او سركة او سطر يبا هنا الاخطار الاخطار او هنا الالتزامات المؤمن له عند وقوع الخسارة او عند وقوع الخطر يبا هنا المؤمن له اما يحصل خطر او يحصل خسارة او يحصل حادث اول حاجة يعمل ايه لازم يبلغ شركة التأمين فورا كتابة ممكن تليفون او برقية لو حصل هو سرقة او سطو او حريق او او يحاول ان هو يحافظ على المتوقي الحاجات المتوقية عشان يقدر يخلي ان شركة التأمين تقدر ان هي تعمل معاينة وفحص طبعا لازم يبلغ الشرطة على الحادث اللي هي سرقة او سطو او حريق اي حاجة لازم يبلغ اللي هي الشرطة ولازم برضك ان هو يبلغ الشركة ان هو عمل بلاغ في الشرطة ورقم المحضر رقم كذا دي فيه من الإجراءات لو حصل أي خسار أو أي حادث لازم دي الإجراءات اللي هو المؤمن له يقدر أنه لازم يعملها لشركة التأمين لازم أنه يبلغ شركة التأمين يعمى تلفون يعمى برقية ولازم أنه يحافظ على المتبقي منه ويخلي عشان يقدر يخلي أن الشركة تقدر تعمل معينة والفحص ولازم أنه يبلغ الشركة يبلغ الشرطة ويعمل ويبلغ الشركة برقم المحضر اللي هو اتعامل بيه دي كان هو اللي هو الإجراءات أو اللي بيتخذها المؤمن له عند وقوع الحادث عند وقوع الحادث طب الشرط اللي بعد كده اللي هو شرط رقم 6 اللي هو أعادة مبلغ التأمين إلى كمتو الأصلية يجوز بناء على طلب المؤمن له أعادة مبلغ التأمين ينفع أن أنا أعاد مبلغ التأمين إلى كمتو الأصلية وذلك نظير سادات كسط نسبي عن الفترة المتبقية من التأمين عن الفترة المتبقية من الإيه؟ من التأمين من حق المؤمن له أنه يعيد مبلغ التأمين إلى كمتو الأصلية إلى كمتو الأصلية دي أنه يدفع هنا نظير سادات كسط نسبي سبعة من الشروط اللي هي تطبيق مبدأ الحلول في الحقوق يعني ايه مبدأ الحلول في الحقوق هنا بيقولك يجب المؤمن له قبل او بعد حصوله على التعويض من الشركة ان يقوم ويسمح ويساهم في القيام على نفكة الشركة بكل ما قد يكون ضرورية لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوة التي تحل فيها محل المؤمن له مبدأ الحلول في الحقوق يعني شركة التأمين هي بتحل محل المؤمن له شركة التأمين بتحل محل المؤمن ايه؟ مؤمن له هي خلاص بتدي المؤمن له والتعويض بتاعه وتبدأ ان هي تحل محله في الدعاوة او القضايا الموجودة في المرفوعة عشان بتدى ان هي تاخد لو فيه شخص هو المتسبب الحادث ده او الحريق ده هي بتدى ان هي تاخد منه التعويض يبقى هنا شركة التعمين بتروح تعوض المؤمن له بعد ما بتعوض المؤمن له تبدأ تعمل ايه تبدأ ان هي تشوف المؤمن تبدأ تشوف من المتسبب عن الحادث ده وتشوف المهن المتسبب عن الحادث ده وتبدأ ان هي تحل محل المؤمن له في القضايا او في الدعاوة اللي هي مرفوعة فيه المحاك علشان تبدأ لو هو شخص هو المتسبب عن الحادث ده تبدأ ان هي تاخد منه شركة التعمين هي خلاص عوضت المؤمن له فهي بتحل محل المؤمن له هو ده اسمه مبتع الحلول في الايه في الحقوق ده كان رابع اسابح تسقط جميع الحقوق الناشئة عن هذه الوصيقة اذا قدم المؤمن له بيانات مخلفة للحقيقة او غير صحيحة او اخفى بيانات او حقائق جوهرية من شأنها التأثير على قرار الشركة بقبول طلب التأمين ممكن هنا ده سكوت الحق زي ما احنا اتفعنا هوا سكوت الحق ايه ان ممكن ان شركة التأمين تلغي الوصيقة او تسكت الحق تسكت الحق امتى اذا هنا قدم بيانات خاطئة او غير صحيحة او مخلفة للحقيقة او اخفى بيانات او حقائق جوهرية النقطة اللي بعد كده تطبيق مبدأ المشاركة الشركة لا تكون مسؤولة عن تعويض هذه الخسائر او الاضرار الا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها الى مجموعة مبالغ المؤمن بها على نفس الاشياء مبدأ المشاركة دي انه الشركة ما بيكونش مسؤولة عن تعويض عن الخسائر والاضرار الا بالنسبة المبلغ المؤمن به لديها هنا بيبقى ايه? بيبقى هنا المؤمن له بيروح يأمن في كذا شركة. فهنا الشركة دي بتكون خاصة بجزء معينة او هنا النسبة بتاعتها معينة. فهنا ما يحصل اي خسارة او هنا بيحصل خطأ. هنا شركة التأمين تعود على الجزء الخاص بيها. ملاهاش ضعب الاجزاء التانية. لان هو ما اعملش ايه? ما امنش في شركة واحدة. هؤمن في كذا شركة. هل كل شركة هتعمل تعود على المبلغ كلها? لا طبعا. هي الشركة بتعود على الجزء الخاص بها. الجزء الخاص بها بمبلغ التأمين اللي هو دفع. دي هي اللي هي اسمها ايه? المشاركة. مبدأ المشاركة. مبدأ المشاركة ان الشركة بتعود على الجزء الخاص بها بمبلغ التأمين اللي هو خاص بها. اللي هو الاقصاد اللي هو دفعها. او اللي هم متفق عليها. مش هتعود على الكل. ده اللي هو مبدأ اللي هو تسعة تطبيق مبدأ المشاركة. طب عشرة الجزء اللي بعد كده ارجاء سداد التعويض ارجاء سداد التعويض للشركة الحق فيه ارجاء سداد التعويض في حالة ما اذا كان هناك تحقيقات تتعلق بالمطالبة تتم بواسطة الشركة. لو فيت حقيقات لسه فممكن هنا شركة التنميم مش هتعوض بتخليه لسه بتعمل ارجاء لسداد التعويض لعد ما التحقيقات تخلص اذا كان هناك شكوك حول المؤمل له في الحصول على تعويض. يعني ايه ارجاء سداد التعويض? ارجاء سداد التعويض يعني هنا شركة التأمين مش هتعوض الشخص. هتوقف في التعويض مش هتوقف مش هتعوضه ده ما هو حصل خسارة. مش هتعوضه ليه? مش هتعوضه ليه? لان ايه لو هي شكة ان الشخص ده هو المتسبب في الحادث ده. كده ان شركة التأمين مش هتعوض. لحد ما يثبت العكس. تاني الحاجة لو في تحقيقات. لو هو شركة التأمين بتعمل تحقيق هي فهي طبعا بتوقف ان هي تسدد التعويض. ان لما تخلص التحقيق بتاعها. لابا هنا ارجاء سداد التعويض. ارجاء سداد التعويض. يعني ايه? يعني ان شركة التأمين مش هتعوض. في الحالات يئمة تستنى مش هتعوضه. لا. هي هتوقف ان هي تدد استداد التعويض دلوقتي. لحد ما ايه ما تتأكد ان ان المؤمن له ملغوش صلة في الحادث. لحد ما تخلص التحقيقات بتاعها. طب لو هي شكة ان هو سبب في الحادث ده. طبعا كده شركة التأمين بتوقف لحد ما تتأكد. هل هو سبب فيه التعويض. هل سبب فيه الخسارة او في الحادث ولا لا. لو هو مفوش ملغوش سبب او مش هو المتسبب في الحريقة او متسبب في الحادث. كده شركة التأمين ايه? كده شركة التأمين هتعوض. طب لو هو المتسبب كده شركة التأمين مش ايه? مش هتعوض. يبا احنا فهمنا يعني ايه? ارجاء سداد التعويض. تمام. طب النقطة اللي بعد كده. الاختار. احنا اتفقنا ان الاختار لازم ان انا اي تعديل او اي اي حاجة اعملها. لازم ان انا ابلغ الشركة. لازم ابلغ الشركة. ولازم ااخد موافقة كتابية من الشركة. ما ينفعش ان انت اتبلغها تليفونيا وهنا كده ممكن يحصل خطر. فهتقولك لا انت موطليش. الاثبات ان انت ان انا وفقت على تغيير او تعديل او اي حاجة. يبا لازم هنا تاخد موافقة كتابية من الشركة. يبا هنا ما نيجي مع بعض نشوفها هية? كل اختار او مخطبة للشركة خاصة بالوثيقة. يجب ان تكون كتابية وان توجه الى الجهة التي اصدرت الوثيقة. يبا زي ما احنا اتفقنا. ان الاختار دي لازم اي اختار او اي مخطبة للشركة خاصة بالوثيقة لازم تكون كتابية. يبقى الشفاهوية. ولازم توجها الى الجهة اللي اصدرت الوصيقه. هنا اتنشر الشرط الفاسخ. للشركة التأمين الحق في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد كست التأمين. في موعد استحقاكه ان تغطر المؤمن له بوقف عقد التأمين مع النظار بموجب سداد الكست خلال عشر ايام. واني اعتبر العقد مفثوخا. يبقى هنا شركة التأمين الحق في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد الكست. ان هي بتدي له موعد استحقاكه. ما ما سددش الكست في موعد استحقاكه. ان تغطر المؤمن له بوقف عقد التأمين وبتنزره بموجب سداد الكست خلال كامل عشر ايام. واللي اعتبر العقد ايه مفسوخا. شرط التقاضي. هنا بتخلي زمة شركة التأمين من دفع كيم الخسائر او الاضرار الناجمة عن الحاد الحوادث بعد انكضاء ثلاث سنوات من علم المؤمن له ما لم يكن هناك تحكيما. او دعوة قضائية قائمة ومتعلقة بالمطالبة. يبقى هنا شركة التأمين هي بتخلي زمتها من دفع كيمة الخسائر او الاضرار اللي هو ايه? هنا التقاضم في او شرط التقاضي. الا ايه? هنا عن الحوادث بعد انكضاء كام? تلات سنوات. لو هو فضل تلات سنوات وما طلبش او كده فهنا كده شركة التأمين مش هتعوض. الا ازا كان لو ايه? لو كان فيه تحكيم او دعوة قضائية قائمة ومتعلقة بالمطالبة. اه 14 اللي هي المحاكم المختصة. ودي الشروط من الشروط العمل هي المحاكم المختصة. هنا المنازعات اللي بتنشأها عن تفسير هذه الوصيقة او تنفيذها. وتتكون من اختصاص المحكمة المختصة. التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة. يعني اي منازعات او اي حاجة تخص الوصيقة لازم نحن لو هنعمل بتخص المحكمة المختصة. ولازم تكون بتقع في دائرة المركز الرئيسي للشركة. اخر حاجة من الشروط العامة هو جدول الوصيقة وملاحق الوصيقة. هنا جدول الوصيقة واقسمها وملاحقها جزء المتمم لها. وعبارة هذه الوصيقة انما وردت في هذا العقل تتضمن الجدول والاقسام والملاحق والمتمم لها. هنا الوصيق زي ما احنا اتفعنا او الوصيق دي لازم يكون فيها انا بقدم طلب التأمين والمستندات الخاصة هي خاصة بالوصيق الموجودة. طبعا احنا كده اتكلمنا عن الشروط العامة للوصيقة. الشروط العامة لوصيقة التأمين جميع اختار المقاولين. وقالنا ان هم كم شرط ان هم 15. 15 شرط انا مش اقولك ان انت هتحفظهم. بس لازم انت تكون فهمهم. ولازم تبقى عارفهم اللي هم 15 شرط. ممكن ييجي لك يقولك هو تغيير الخطر من الشروط العامة لوصيقة التأمين جميع اختار المقاولين. ده صح ولا خطأ? طبعا صح. لان هو تغيير الخطأ وقالنا ان هو من الشروط. طب لو قالنا مثلا من الشروط مراعاة الشروط واحكام الوصيقة من شروط العامة لوصيقة التأمين جميع اختار المقاولين طبعا صحيحة. يبقى لازم هنا مع بعض لازم نشوف اللي هي الشروط العامة للوصيقة اللي هم 15 ولازم تكون فهمهم كويس جدا. انا مش عاوزاك تكون حافظ. انا عاوزاك ان انت تكون فهم. وفهم من 15 شرط من شروط العامة لوصيقة التأمين جميع اختار المقاولين. هنيجي البعد كده الجزء البعد كده اللي هو اوجو الخلاف. المقارنة بين وصيقة تأمين جميع اختار المقاولين والمسئولية العشرية. لو احنا هنيجي نشوف الفرق بين الواسيكتين دول وناديه ان احنا نفرق بينهم. وخلي بالكم دي مهمة جدا ولازم تيجي في الامتحان المقارنة دي لازم بتيجي في الامتحان على طول. فلازم انت تركز معايا فيها. طب هنيجي مع بعض هون. ايه و او قبل ما نيجي على الخلاف فيه موج اكمل اللي هو شرط التقادم يعني انه تغضع هذه الوثيقة شرط التقادم اعمالا نوصل مادة 752 من القانون المدني المصري حيث تخلي زمة شركة التأمين من دفع كيمة الخسارة الناجمة عن حوادث بعد انقضاء 3 سنوات زي ما احنا هوم اوجه الخلاف بين وثيقة التأمين جميع اخطار المقاولين ووثيقة التأمين المسئولية العشرية هناخد التغطية في الوثيقة العشرية ووثيقة التأمين جميع اخطار المقاولين في الوثيقة العشرية بتغطي الوثيقة العشرية المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن القدران التي تلحق بمالك البناء وكذلك التي تلحق بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال يبقى هنا الوثيقة العشرية هي المسئولية المدنية بتغطي إيه؟ بتغطي المسئولية المدنية للمهندسين والمؤولين عن الأدرار اللي بترحك بمالك البناء وكذلك اللي بترحك بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال طبعا هنا في تأمية وثيقة تأمين جميع أختار المؤولين هي بتغطي إيه؟ بتغطي مسئولية المقاول فقط قبل الغير اللي هي دون المالك فيما يسمهم من أضرار مادية أو جثمانية خلال فطة تنفيذ الأعمال وبتنتهي بانتهاء هذه المدة أو في تاريخ تسليم البناء أيهما يكون أولا يبقى أنا عندي في الوثيقة العاشية بتغطي المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأدارة التي ترحق بمالك البناء أما في الوثيقة التأمين جميع أختار المقاولين هي بتغطي مسؤولية المقاول فقط قبل غير لوضون المالك واللي هي بتصيب من أضرار مادية وجثمانية خلال فطة تنفيذ الأعمال وبتنتهي الوثيقة دي بتنتهي إمتى؟ بتنتهي بتنتهي هذه المدة أو بتاريخ تسليم البناء أيهما يكون أولا دي التغطية من وجه المكانة بتاع التغطية طب تاني حاجة اللي هي المسؤولية المدنية في الوثيقة العشرية هي بتغطي الوثيقة العشرية المسؤولية المدنية اللي هي بيكون مادية كانت أو جثمانية والتي أسأل عنها كل من المهندس والمقاول دي في الوثيقة العشرية هي بتغطي أو بيكون المسؤولية المدنية بتغطي الوثيقة العشرية المسؤولية المدنية اللي هي مادية كانت أو جثمانية وإن مين اللي بيسأل عنها اللي هو المهندس والمقاول طب هنا في وثيقة جميع أخطار المقاولين هو بيغطي القسم الأول من الأخطار المادية للأموال المؤمن عليه وبيغطي القسم الثاني المسئولية المدنية اللي هي المادية والجسمانية يبقى هنا في الوثيقة العشرية الوثيقة العشرية هي المسئولية المدنية كانت مادية أو جسمانية وبيسأل مينها المهندس والمقاول أما في تأمين جميع اختار المقاولين في القسم الأول هي الأختار المادية ليه الأموال المؤمن عليها طيب الكسم الثاني المسئولية المدنية اللي هي المادية والكسمانية يبقى في المسئولية المدنية في الوثيقة العشرية والوثيقة اللي هي مسئولية ووثيقة تأمين جميع اختار المقاولين دي خاصة بالمهندس والمقاول بيسأل عنها المهندس المقاول هنا بيسأل عليها أو هنا بيكون الكسم الأول وثيقة الأختار المادية للأموال والقسم الثاني المسؤولية المدنية المادية والجسمانية سعر التأمين هنا في الوثيقة العشرية بمقدار 2% من كمت الأعمال الوردة برخصة البناء وهذا السعر لتخطية فترة الإنشاء 2% خاصة بفترة الإنشاء بالإضافة لفترة الضمان وقد رأى كان عشر سنوات تبقى لنص المادة 651 من القانون المدني المصري يبقى الوثيقة العشرية سعر التأمين هو بمقدار 2% من كمت الأعمال الوردة برخصة البناء في رخصة البناء بيعمل هنا 2% من كمت الأعمال وإن السعر ده لتخطية فترة الإنشاء أنا بغطيف فترة الإنشاء بالإضافة لفترة الضمان وإن هي قدرها كام عشر سنوات مين اللي بيتطبق تبقى للمادة كام مدى 56 من القانون المدني المصري طب وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين هنا بيقولك إن سعر التأمين المسؤولية في وثيقة جميع أخطار المقاولين بيختلف من وثيقة لأخرى حسب ظروف كل عملية والتخطية ما يسأل عنها الماء والقانونة عن حوادث بتقع للغير خلال فترة التشييد أو التركيب فقط يبقى أنا عندي إن سعر التأمين بيختلف من وثيقة إلى أخرى حسب ظروف عملية التخطية وهنا ما يسأل بيسأل منه المقاول القانون عن حوادث بتقع للغير خلال فترة التشييد والتركيب فقط ده في سعر رقة التأمين يبقى هنا في الوثيقة العشرية مقدار 2% من كيمة الأعمال أما في وثيقة الجميع أخطر المقاولين هي بتختلف من وثيقة إلى أخرى التعويد في الوثيقة العشرية يعود مالك البناء بكيمة ما تم من أعمال وقته وقوى الحادث أما بالنسبة للغير الذي يلحقه ضرر مدي أو جسماني فقد حددت بمقدار 100 ألف جنيه للفرض الواحد وبحد أقصى للكرسى 2 مليون جنيه يبقى هنا بنعوض مالك البناء بكيمة ما تم من أعمال وقت وقوى الحادث أما بالنسبة للغير الذي يلحق ضرر مدي أو جسماني فقد حددت بمقدار كام 100 ألف جنيه للفرض الواحد وبحد أقصى للكرسى يبقى هنا 100 ألف جنيه للفرض الواحد بحقد أقصى للكرسى 2 مليون جنيه في وثيقة تأمين جميع أختار المقاولين هنا التعويض تبقى لما تم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمقاول المسكو في جدول الوثيقة وبعد خصم مقدار التحمل المتفق عليه من مبلغ التعويض يبقى هنا في الوثيقة العشرية الوثيقة العشرية أنا بعوض المالك البناء بعوض مالك البناء عليها هنا بيكون فيه لو للغير بعوض الشخص ده بيكون 100 ألف جنيه 100 ألف جنيه للفرض الواحد بحد أقصى اللي هو الكرسى بيكون 2 مليون جنيه أما في الوثيقة تأمين جميع أختار المقاولين هنا في التعويض أنا بعوض على حسب الاتفاق الموجود في الوثيقة بعوض على حسب الاتفاق الموجود في الوثيقة أنا بتفق إن أنا لو حصل أي خسارة أو أي خطر هنا شركة التأمين هتعوضني عليه يبقى هنا هوا بتعوض بعد خصم مقدار التحمل أنا هنا الاتفاق عليه إن التعويض تبقى لما تم الاتفاق عليه بين شركة التأمين بين شركة التأمين والمقاوة المشكور في جدول الوثيقة وبعد خصم مقدار التحمل المتفق عليه من مبلغ الايه من مبلغ التأمين يبقى انا هخصم مقدار التحمل ده اللي هو بيأمن عليه اللي هو المؤمن له هو بيدفعه فهنا انا بخصم منه مقدار التحمل المتفق عليه من مبلغ التعويض هنا مبلغ التأمين في الوثيقة العشرية هو كيمة البناء المرخص بين شام فقط والمدون برخصة البناء يبقى هنا المبلغ التأمين في الوثيقة العشرية هي كيمة البناء المرخص بين شام فقط ومدون برخصة البناء أما في وصيح الجميع اختار المقاولين هو كيمة عقد المقاولة هي كيمة عقد المقاولة الذي يشمل قيمة المواد التي يستخدمها المقاون وقيمة أجور العماء بالإضافة إلى قيمة الاستبدالية للمعدات البناء والآلات الإنشاء وتكاليف وإزالة الأنقاط يبهن في الوثيقة العشرية المبلغ التأمين بيتحدد من أو هو قيمة البناء المرخص بإنشاء فقط والمدونة بالرخصة البناء أما في وثيقة جميع أخطار المقاونين هي بتخص كيمة عقد المقاون اللي هو بيشمل كيمة المواد اللي بيستخدمها المقاون وكيمة الجور العمال بالإضافة إلى الكيمة الاستبدالية للمعدات البناء والآلات الإنشاء وتكاليف وإزالة الأنقاط الخطأ في التصميم في الوثيقة العشرية هنا بتغطي الخطأ في التصميم الذي يوقع فيه كل من المهندس والمقاون يبقى أنا في الوثيقة العشرية أنا بغطي الخطأ في التصميم اللي بيقع فيه المهندس والمقاون أما في وثيقة جميع أخطار المقاونين لا تغطي الخطأ في التصميم لأنها في الأصل تغطي ممتلكات المقاون في جميع الأخطار يبقى هنا الخطأ في التصميم في المقارنة بين اللي هي الوثيقة العشرية والوثيقة التأمين جميع أخطار المقاونين في الوثيقة العشرية هي بتغطي خطأ التصميم اللي هو بيقع فيه المهندس والمقاون أما في وثيقة التأمين جميع أخطار المقاون هي ما بتغطيهاش ما بتغطيش اللي هي الخطأ في التصميم طب ليه هي ما بتغطيش لأن هي بتخص أو بتغطي الممتلكات بتغطي لإيه الممتلكات دي كانت هي المقارنة بين اللي هي الوثيقة العشرية ووثيقة تأمين جميع أخطار المقاونين وزي ما احنا اتفقنا هي بيكون مهمة مش هيجيلك ان انت تكتب المقارنة كلها ممكن يجي جزء منها ممكن يقولك مبلغ من واجه المقارنة او المقارنة بين الوثيقة العشرية ووثيقة تأمين جميع اختار المقولين خطب في التصميم الواجه المقارنة بينهم او مثلا يقولك عاوز التعويض التعويض هنا انا بعوض المؤمن في الوثيقة العشرية بعوض على حسب اللي هو موجود وفي الوثيقة التأمين جميع اختار المقولين انا بعوض على حسب موجود فيه وثيقة التأمين المتفق عليه ممكن يقولك مبلغ التأمين على حسب ما هو يقولك بقى هنا لازم دي مهمة جدا زي ما احنا اتفقنا طيب بعد كده طب لو احنا في الجزء ده بقى اللي احنا شرحناه من الاول ممكن يجي فيه ايه ممكن يقولك ان الوثيقة العشرية بتغطي الخطأ في التصميم اللي ازا يقع فيه المهندس والمقاول قبل الغير احنا طبعا قلنا ان الوثيقة العشرية بتغطي الخطأ في التصميم اللي بقع فيه المقاول والمهندس وقلنا ان دي هكون العبارة صحيحة وثيقة جميع اختار المقاولين بتغطي مسئولية لمقاول فقط دون الغير وثيقة جميع اختار المقاولين بتغطي مسئولية المقاول فقط دون المالك دي صحيحة لان احنا قلنا ان هي دون الملك هنا جميع اخطار المقولين كيمة التعويض في الوثيقة العشرية محددة في hangout مالك البناء بكيمة ما تم من اعمال وقت وقوع الحاجز هنا صحيح احنا قلنا ان احنا بنعوض وقت وقوع الحاجز في الوثيقة العشرية في الوثيقة الاه العشرية اما في وثيقة تأمين جميع اخطار المقولين انا بعوض على المتفق علي في الوثيقة المتفق عليه في الايه في الوثيقة لو احنا نفتكر مع بعض احنا اخدنا ايه من البداية احنا اخدنا اللي هي وثيقة تأمين جميع اختار المقاولين وتكلمنا عن الاستثناءات العامة وتكلمنا عن الشروط العامة وقلنا في الاستثناءات العامة ان شركة التأمين ما بتعوضش عن لو حصل حرب او خسارة لو في حرب او شغب او الترابات كل دي شركة تأمين بتعوضش عليه وكلمنا عن الشروط العامة وقلنا ان الشروط العامة هم خمستاشر وبعد كده كلمنا عن الاوجه الخلاف المقارنة بين الوثيقة العاشية ووثيقة تأمين جميع اخدار المقاولين وللأسف هنا حلقتنا انتهت اتمنى لكم اتفاقوا واشوفكم على خير واستنوني في الحلقة الجاية هنتكلم عن تأمين المعدات المقاولين البرية تأمين المعدات الايه البرية والى اللقاء وتمنى لكم التوفيق